قال وزير الخارجية الأوكراني باولو كليمكين إن وقف انتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد السياسي في شبه جزيرة القرام المحتلة هي مطالب يرفعها العالم الحر والديمقراطي لروسيا واضف كليمكين في تغريدة على موقع تويتر بأنه وصل الخوف بروسيا من مساعدة التطريين بعضهم البعض ودعمهم لعائلات السجناء السياسيين حد اقتحام اجتماع الجمعية العامة لجمعية كريمسكيا السوليدارنست هذا وكانت قوات مكافحة الشغب الروسي اقتمحامت يوم السبت الماضي اجتماعا لجمعية تضامن القرم في منطقة صوداك بشبه الجزيرة المحتلة القوات الروسية زعمت انه وفقا لمعلوماتها فان من بين الحاضرين كان هناك اشخاص لديهم اسلحة حيث تمت اخذ بيانات جوازات سفر المشاركين في هذا الاجتماع المحامون والناشطون يعتبرون ان هذه العملية هي اجراء تخويفي ووسيلة قمع روسية لتطار القرم الذين يواجهون بشكل مستمر حالة مماثلة